إذن نحن فخرون لنرحب على المنصة الثلاثة أشخاص انتقيتم فيهم في روما المتحدثة الأولى استمعتم إليها سابقا وهي مثال نموذجي عن الشجاعة والمثابرة والقوة والحائزة على جائزة نوبل للسلام والمديرة تنفيذية لشركة رابلور ماريا رويسا وينضم إلى ماريا ويشرفني أن أرحب بزميلتها الفائزة بجائزة نوبل للسلام أيضا توكل كرمان أصبحت أول يمانية وأول عربية والمسلمة الوحيدة التي فازت بجائزة نوبل للسلام وكان توكل جزءا من عائلتنا عالم شاب واحد في قمتنا في بوغوتا وقمتنا في لاهايفي عام 2018 وصدقوني عندما تكونون في قاة واحدة مامارية وتوكل عليكم أن تحافظوا على الهدوء وتستمعوا توكلت فضل وأخيرا وقد تحدثنا كثيرا عن بعض القصص اليائسة في العالم وكذلك شاركنا قصصا رائعة للأستاذ يونس أرجو أن ترحبوا بأحد أفراد عائلة عالم شاب واحد حضر 12 قمة وهو اليد اليمنى لبروفيسور يونس وهو سيد دومينيك داستر تفضل إذن نرحب بكم ماريا توكل ودوم نرحب بكم جميعا هنا نحن كعائلة واحدة نعود إلى الفاتيكان لسا كذلك بداية قبل أن نبدأ لدينا رسالة قصيرة من الكاردينال مورغان كامبيتي والذي نظم هذه الاجتماعات في روما اجتماعات الأخوة نيافة الكاردينال يؤسفني أنني لم أكن قادرا أن أكون معكم اليوم لسوء الحظ كانت لديها بعض الاجتماعات المهمة في الفاتيكان التي منعتني من أن أنضم إليكم كما كنت أحب أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر على منشاب واحد ون يونغ وورد لهذه الدعوة الكريمة لا سيما لاجتمعها مع الفائزين والفائزات بجائزة نوبل للسلام الحاضرين وكذلك لدعمهم منذ البداية مبادرتنا التي كانت لاجتماع العالم في أخوتي الإنسانية والتي تدعمها والتي جاءت من المؤسسة البابوية من أجل تعزيز الأخوة للجميع فقد كتب البابا فرانسيس أن الأخوة هي شيء إيجابي لتعزيز الحرية والمساواف عندما تلتقي أخا ترى وجها وليس مجرد رقم فأن ترى إنسانا يفكر ويرغب ويحب ويأمل وليس شيئا يستخدم أو يستغل أو يمكن تخلص منه اليوم لسوء الحظ نسينا كل هذا وضعنا مبادرتنا تهدف إلى تشكيل تحالف دولي بين من يريد تغيير هذه المنظومة ونشر ثقافة جديدة من الأخوة في جميع أنحاء العالم في عالم يمزقه العنف والحروب والتغير المناخي فإن جميع التحالفات الروحية والاجتماعية العظيمة التي تولد من القلب والتي تتمحور حول الأخوة يمكن أن تضع قدسية وحرمة الكرامة الإنسانية في مركز علاقاتنا الأخوة لا تحتاج إلى نظريات بل إلى أفعال ملموسة وخيارات مشتركة يمكنها أن تحافظ على ثقافة السلام السؤال الذي يتوجب علينا أن نسأله لأنفسنا هو ليس ما الذي يمكن للمجتمع والعالم أن يقدم لي بل ما يمكنني أنا أن أقدم لإخوتي وأخواتي وهذه هي الأسئلة ذاتها التي تطرحونها على أنفسكم في اجتماعكم السنوي لقد تأثرت كثيرا عندما سمعت أنه منذ عام 2010 أحد مشاريع سفراء عالم شاب واحد قد أثر على حياتي أكثر من 41 مليون شخص عندما تختار الأفراد والمجتمعات الأخوة تتغير السياسات كذلك ويصبح الناس أولوية تسبق الربح والوطن الذي نتشاطره جميعا يصبح محميا بدلا من استخلاله لمصالح شخصية ويصبح العمل يعطي تعويضا عادلا والضيافة تصبح ثروة وتصبح الحياة أملا ويفتح العدل أبوابا لتصحيح وذكريات أخطاء الماضي تتعافى من خلال اللقاء بين الضحايا والجنات لهذا السبب نحتاج إلى كل واحد منكم أن يحدث فرقا أيها الشباب الأعزاء في عالم شاب واحد نحن نتطلع إلى رؤيتكم جميعا في 13 سبتمبر عام 2025 لتجتمعوا مع البابا فرانسيس في روما للاحتفال بالاجتماع الثالث للأخوة في ساحة سان بوتروس لا يمكننا التغلب على الخلافات إلا مع بعضنا وأن نبني مستقبلا يضع في مركزه مجددا هدف السامي الذي يقول أننا جميعا يجب أن نكون بشرا شكرا مرة أخرى لانتباهكم وأراكم قريبا بوركتم إذن سيداتي ولكن لقد دعيتم مع كل الفائزين الآخرين بجوائز نوبل لتبدأ مهمة الأخوة عندما رأيناكنا العام الماضي في روما ماريا من الفلبين كم عاما تحت الكنيسة الكاثوليكية كما قلت في وقت سابق مقارنة بهوليوود وتوكل امرأة مسلمة لماذا أتيتي إلى روما وعدت هذا العام توكل تفضلي أولا أولا أنا سعيدة جدا لأعود إلى وان يانج وورد أو عالم واحد شاب أشعر أنني مع عائلتي وفي منزلي وبسبب ذلك قمت بتغيير الكراسي وأخذت معي الماء وأشعر أنني مرتاحة جدا نعم بصفتي امرأة مسلمة كنت مع البابا فرانسيس في الفاتيكان حققنا انتصارا عظيما في كتابتي وثيقة وإعلان الأخوة الذي يدعو العالم بأسره ليكون معنا في هذا الإعلان المهم للغاية هو يدعو العالم بأسره للسلام والحب ونفس الأمر يؤدي إلى تعريف جديد للشباب والسلام وكذلك للعدل والذي يعني سيادة القانون والتي تعني الديمقراطية والتي تعني أيضا حماية البيئة وحماية المناخ بشكل عام فهذا يجعل الأمر أوسع بكثير عواضا عن فقط بأن السلام هو غياب الحرب فهو غياب الحرب ولكن كذلك وجود التعاطف وسيادة القانون والديمقراطية فكل هذه الأمور تعطي معاني جديدة للأخوة لذلك أنا سعيدة جدا كامرة مسلمة لأعمل مع مسيحيين ويهود وبوذيين ولادينيين لأن هذا العالم نتشاطره جميعا ونحن جميعا بشر وعلينا أن نعمل مع بعضنا البعض وأن نحب بعضنا البعض وأن نجعل المستقبل للجيل القادم مكانا أفضل ماريا دكتورة ماريا أستاذة بروفيسورة ماريا كل شي ماريا كما تعلمون أولا قبل أن نلتقي بالبابا فرانسيس وقبل أن نصل إلى هذه الرسالة نحن نسمع بروسنا الكاثوليكيين إذن نحن يعني من نفس النادي فنحن أيضا أكبر دولة كاثوليكية من الكاثوليك الروم في آسيا ولكن هذه الفكرة هي لم تساعد فقط في استعادة إيماني في المؤسسة أي الكنيسة الكاثوليكية والتي لها مشاكلها ولكن أيضا في جمعنا مع بعضنا البعض الأمر الآخر الذي سأتناوله هنا فعليا نحن الاثنتان كنت أنتي والشيرين والتي الفائزة بجائزة نوبل والقدمة من إيران كنا أول حتى الاسم اسم الأخوة أو الأخوية هل يمكن أن نحولها إلى شيء آخر ولكن أيضا يعني أو أخوية نساء يعني بمعنى أن نقوم بتسميتها اسما شاملا للنساء يعني كان أمرا جميلا والله كان هناك الكثير من النقاشات حول اختيار الكلمة ولكن المعنى الكامل وراءها أجل وهذا النقاش أيضا كان مهم بالنسبة للكرادلة الذين كانوا موجودين ولكن ما نتحدث عنه هو أن أسوأ جزء من الإنسانية هو التحفيز الهيكلية التي تحفزك دوما لأن تبقى على هاتفك فهو يظهر أسوأ ما فينا والأمر الآخر الذي لحظته في أول لقاء مع الفائزين الثلاثين والفائزات الثلاثين من جائزة نوبل مع البابا هو أن هذا جزء من الطبيعة البشرية فإذا كان الدين المنظم إذا لم يتدخل الدين فالأشخاص يحب حاجة إلى الإيمان وإذا لم يجمع البابا هذا الاجتماع كنا سنجع بأن هناك طوائف تنتشر بشكل مجنون على وسائل التواصل الاجتماعي فبالتالي أولا شعرنا أن هناك ضرورة وثانيا وجدنا أنها أهمية لتجمعنا مع بعضنا البعض وتذكير لنا بخير البشرية وجزء الأخير كنا نتجادل وكنا حتى نتناقش على الوسم الذي استخدمناه وهو كن إنسانا وبالتالي لأننا الآن أصبحنا نتعامل مع آلات أعتقد أن توكل تحدثت عن السلام وقد قمنا بهذا عدة مرات الآن ودوما كان السلام هو الأرضية الكامنة وراء كل شيء لأننا نجد طرقنا بكل بساطة إلى هذه القاعدة الذهبية بأنه يعني عامل الناس بالطريقة التي تريد منهم أن يعاملوك هذه هي القاعدة البسيطة هذا رائع فائزة بجائزة نوبل يفتحون فما هم للحديث وأنتم تصفقون هذا الأمر بهذه البساطة طيب دوم أنت كنت مع البروفيسور يونس العام الماضي في هذا العام ولكن أعتقد أنك تعرف كيف تحول العالم منذ ذلك الوقت أولا شكرا لك كيت لاستضافتي لم يكن يتوجب أن أكون أنا هنا كان يفترض أن يكون البروفيسور يونس هنا أعتقد أنه يعني يحكم بنجلاديش نعم يعني عادة بلد فيه 36 مليون شخص ليس الكثير من الأمور اللي يقوم به يعني يشرفوني أن أمثلهم اليوم وأن أكون معكم في هذه اللجنة وقد أرسل رسالة المفادة أنه معنا بروحه وهو فخور بكم ويأمل أيضا أن يعود في العام القادم إلى هذا الاجتماع عالم شاب واحد وكما قلت لم يستطع أن يكون هنا لأنه أصبح رئيس الوزراء في بلده في بنجلاديش مع الشباب الموجودين في حكومته سوف نصل إلى هذه النقطة يوجد في حكومته اثنان من القيادة الشباب نعتذر هذا حديث جانبي نحن نتحدث كثيرا إذن بالنسبة للأستاذ يونس كان واضحا منذ البداية أن يجمع هذه المبادرة من البابا فرانسيس الخوية للجميع وعالم واحد شاب لأنه قيادة الشباب لأسلام والتنمية هي حركة بحذاتها فبالتالي من المنطق جدا أن نربط هذه التحالفات الدولية مع بعضها البعض وأن نعطي خاصة القيادات الشباب الفرصة والفرص التي نحن بحاجتها كثيرا ليكون لديهم مقعدا على هذه الطاولة الأمر الذي لم يحدث من قبل لذا أعتقد أن ما تبقى هو تاريخ وعندما يلتقي عالم شاب واحد بمبادرة الأخوة العالمية فالأمر سيكون رائع لدي شيء أضيفه بخصوص البروفيسور محمد يونس وبما أن دومينيك وعندما علمت أن دومينيك سيمثيله كنت قد احتفظ لأننا نعرف بأن روح الأستاذ محمد يونس ستكون معنا وعندما كنت في قمة الشباب عالم شاب واحد وهو الذي كتب الكثير من النقاط في هذه الوثيقة التي وغذقت الأخوة وكان هناك الكثير من النقاش كمجموعة من المسلمين والمسيحيين واليهود وكما ذكرت الكثير من الديالات الأخرى والأشخاص الذين لا يوجد لديهم أي دين وهذا باعتباره إعلان إنساني ولكن البروفيسور محمد يونس الآن يقوم بدور رئيس الوزراء في بنغلاديش وقد هو رئيس الوزراء في مرحلة مؤقتة ولكنه أو عفوا هو في مرحلة انتقالية لنقل البلاد من ديكتاتوريا لتصبح بلدا ديمقراطيا حقيقيا وهو لن يكون قادرا أن يصل إلى هذه النقطة وأن يقوم بهذا التغيير العظيم دون الشباب في بنغلاديش فبالتالي الشباب في العالم يقومون أو الشباب في بنغلاديش قاموا بثورة رائعة التي غيرت الوضع الراهن في بنغلاديش وبالتالي علينا أن نصفق لهم وأن نحترم لهم بشكل كبير هذا هو المعنى الحقيقي للأخوة وهو معنى الحقيقة للأخوة الذكور والأخوة الأنثوية وأيضا عندما دعينا لنكون جزءا من كتابة هذه الوثيقة والإعلان كنت قلقة بأنني سوف أذهب إلى هذا المكان الذي فيه الكثير من المتدينين والمتدينات وسوف يتحدثون عن الأخوة والسلام أنه والله فقط يعني سنعانق بعضنا ونقبل بعضنا وهذا كل شيء ولكن لا هذا ليس منظوري للسلام السلام يعني النضال لأجل الديمقراطية ولأجل الحرية والتنمية هذا هو المعنى الحقيقي للسلام وهذا تماما ما حدث عندما كنت هناك عندما أقول في الإعلام كنت أقول في النقاشات علينا أن نحارب الدكتاتورية في هذا الإعلان وكانوا يقولون نعم وكنت أقول نجب أن ننافح لأجل التنمية يقولون نعم فبالتالي الاستماع للشباب الشباب يجب أن يكونون جزءا في عملية اتخاذ القرار هذا أيضا نوع من الأخوة لا أن نهمش الشباب أو نهمش النساء أو نهمش الأقليات ولذلك أنا سعيدة جدا ولذلك أرجو أن توصل تحياتي الكبيرة للبروفيسور محمد يونس والذي قام بتضحيات كبيرة للوصول إلى هذه النقطة وعندما وصل إلى هذه النقطة أرسل لي رسالة وقال توكل لم أكن أتوقع هذه النقطة تتحول نضالنا لأجل الحرية والديمقراطية سوف يحدث أخيرا وما كان هذا ليحدث لولا تضحيات وأحلام الشباب والشباب في منغلاديش فبالتالي الشباب والشابات من منغلاديش شكرا لكم لإعطائي لتحقيقي هذا الحلم شكرا لكم جميع إذن كما قال توكل كنت قلقة بأنكم ستكونون هناك يعني الأمر عبارة عن معانقات وقبل فقط ولكن كان هناك نقاش ولكننا لم نرى هذا الأمر ماريا عزيزتي هل تتذكرين تلك ذلك العام الأول عندما جلس لبروفيسور يونس مع الكاردينالات أو الكاراديلة وأنه المسود الأولى من الإعلان وأنتم قريبا ستقومون بعمل شبيه بهذا إذن كان هناك إعلان أول وهو إعلان النعمة عن إحدى المؤسسات الأمل وكانت اسمها فرتينة توتي أو الأخوة للجميع وأعتقد أنه محمد يونس في المرة الثانية طلب منك أن تقوم أندي بكتابة المسودة تحدثين عن عملية كتابة المسودة لأنك تحدثت معي عندما كنا على السطح في ذلك العشاء كنت إذن تقومين بمتابعة الكتابة مع البروفيسور يونس أليس كذلك؟ لنرى أعتقد أن الأمر الرائع في هذه التجربة بأكملها أنه لدينا العالم وأديان مختلفة وموضوع الجنسين ورد أيضا أو ذكر كثيرا والإيمان دعوني أترك الموضوع حول هذه النقطة لأن الأمر هي عملية متواصلة ولكن العام الثاني أو العام الثاني سيكون العام آخر أنا كاثوليكية رومية وسيكون اليوبيل في العام القادم وكما تعلمون اليوبيل يحدث كل 25 عاما ففي العام القادم لن يكون فقط لهذا الاجتماع ولكنني سأعود بضعة مرات لأن دور الكنيسة والدين عموما من المهم أن نلاحظ هذا الأمر هو أمر داخلي هو أمر يعني تشعر به في أحشائك مثل الخوف والأمل هو الطموح والسعادة فبالتالي ما نحاول أو ما نأمل أن نقوم به في الوثيقة التي سنصدرها في اليوبيل والتي قمنا بكتابة مسودتها هي إلهام الطموح والسعادة الذي نشعره في أحشائنا ويمكن لتوكل أن تلهمكم لأنها يعني تنشر الطاقة في أي مكان تدخلها أليس كذلك؟ ولكن أعتقد أن هناك جزء عليكم أنتم أن تقوموا به أيضا لأنه هذا ليس الوقت بأن تجلسوا مكتوفي الأيدي وكما قلت لكم سابقا هذا الزمن أو هذا الوقت مهم جدا وأن يكون لدينا ثلاثين حائزا على جوائز نوبل على طاولة واحدة كان هذا أمر رائع لأنه يمكننا أن نرى مشاكل العالم من الألغام إلى تغيير المناخ إلى الحرب النووية إلى الحروب المختلفة الموجودة هذا أمر مضحك لأنه في اليمن وأنا أيضا كنت في عملية أيضا من مكان آخر فبالتالي أن نجتمع مع ماضينا البعض وأن يكون لدينا هذا الاجتماع في كيان حكومي يقوم بذلك بدأت أفهم أكثر ما تقوم به الأمم المتحدة والأمور التي تتعامل معها الحكومة تذكروا هل تذكرون أول مرة في المرة الأولى قلت لك وللبروفيسور يونس أنكم تعملون بشكل كبير لوضع مسودة للبيان إلى كيف هي العملية إذن عندما كنت تقومين بأصياغة المسودة ولذلك كنا نريد أن نذكر هذا لكم جميعا لأننا نريد أن نقول بأننا سنقوم بنشر الوثيقة التأسيسية والبيان الإنساني لأنه أعتقد أنكم كنتم مصدوما والبروفيسور يونس عليكم أن ترواها وإلا لم تعرفوا عن ماذا نتحدث لأنها وثيقة رائعة جدا ليس كذلك؟ أجل ما الذي سيحدث بعد إصدارها؟ من المهم جدا أن نتحدث عن هذا الموضوع من المهم أن نتحدث عن التنفيذ الحكومات التي ستكون معنا في هذا الإصدار الشركات والأفراد هذا الإعلان المهم نريد منه أن ينفذ وأهم الأمور فيما يتعلق بتنفيذ هذا الإعلان هو إيقاف النزاعة والحروب حول العالم لأن هذا هو المعنى الحقيقي للأخوة كيف يمكننا أن ننشر الأخوة عندما يكون هناك حرب في غزة أو عندما يكون هناك حرب في أوكرانيا أو هناك مجاعة في السودان أو في غزة يجب إيقاف هذه الحرب الإبادة الجماعية هذه الدكتاتورية يجب أن تتوقف عندما ننادي للسلام والأخوة يجب أن نكون شجعانا وأن نضع إصبعاتنا أصابعنا على المشكلة فيما يتعلق بالدكتاتورية الدكتاتورية هي أس كل المشكلات الاحتلال هو أس كل المشكلات فبالتالي علينا أن نقوم بذلك وهذا هو المعنى الحقيقي للأخوة ولكن على الجانب الآخر هناك الكثير من الأمور في العالم لدينا السؤال فيما إذا كان هناك نظام دولي قائم على القواعد أم لا لأنه لن نستطيع أن ننتقل من هذه النقطة إن لم يكن ذلك موجود فمثلا فساد النظام المعلوماتي هذا يؤدي إلى العنف وفي نفس الوقت يوجد لدينا بوتين ونتينياهو فبالتالي علينا أن نفهم في أي اتجاه يتجه هذا العالم والدعوة إلى السلام يجب أن يكون هناك إيمان بالسلام قبل أن ندعو أكيد أكيد دوم إذن لنتحدث عنك أنت وعن بروفيسور يونس كنت معنا هناك فيما يتعلق بالإعلان هذا التصريح الأخير أعتقد أن الطريق الأكثر هو الهاشتاغ أو الوسم الذي تم إصداره كن إنسانا بهيومن والذي يعني ينطوي على القسم المتحلق بالأخوة وكل شيء بأننا لا نريد أن نرى هذا المستقبل الذي نعيش بهذه الأمور مثل غياب العدالة أو الظلم وغياب المساواة نحن نريد كن إنسانا لنكون شاملين وشموليين في بناء المجتمعات الرسالة الرئيسية مما أراه قد خرج من هذا الاجتماع وأمل أيضا أن تقرأوها جميعا وتشاركوها في شبكاتكم وفي مجتمعاتكم وأن تشاركوها هذا هو أهم شيء في هذه الوثيقة أنا أتذكر في أحد القمم لعالم واحد شاب كانت لدينا امرأة امرأة مسلمة والتي قالت أنه لا يوجد دين في العالم يقول أنه عليك أن تقتل شخصا وهذا يتصل بنقطتك المتعلقة بالحرب ما الذي تقوم به؟ تقتل أخاك وأختك؟ ما الذي تقوم به؟ هذا دوما دوما خطأ أنا دائما ما أقول هو أنه وكنا نناقش هذا الأمر العنف ما هو؟ العنف هو العنف طفولي لأنه يستمر ويستمر ويستمر ولا يتوقف ولذلك إذن سوف نغلق هذا النقاش سريعا ولكن بحاجة إلى بعض السلام من خلال الماء طيب سوف نغلق هذا النقاش أو سوف ننهي هذا النقاش قريبا ولكن أريد أن أسمع من كل واحد منكم ومن كل ما معنى أو ما يعنيه لكم قول بي هيومن أو كن إنسانا وكيف يمكن أن ينظر إليك عندما تقول الآخرين كن إنسانا هل تريد أن تبدأ أن تدوم؟ أود أن أقتبس هنا من كلام البروفيسور يونس في خطابه الأول إلى الأمة البنجالية عندما عدنا إلى بنجلاديش قال علينا أن نركز على أحلام الطلاب كان هذه ثورة بقيادة طلاب حركة بقيادة الطلاب وكانت عنيفة وطلاب ماتوا بسببها نعم التضحية العظمى كانت من الطلاب فإذن قال أحلامكم هي أحلامنا ما مدى قوة هذه العبارة من الطبيعي جدا ومن البشري جدا أن يتصرف الإنسان كقائد يتبع هذه التضحية تضحيات الطلاب هذه هي القيادة نعم هذا هو القائد الحقيقي شكرا لك الدعم شكرا كن إنسانا وانظر إلى كل اختلافاتنا كشيء قوي وشيء يعزز قوتنا كن إنسانا في محاربة الظلم والفساد والاحتلال كن إنسانا في العمل من أجل الحرية والعدالة والسلام والمساواة والديمقراطية كن إنسانا ولنتقبل بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض ولنعمل مع بعضنا البعض وأن نحل جميع المشاكل والفوضى حول الجنس البشري شكرا لكم كما تعرفون كان ينبغي أن ننهي بهذا الكلام لأنه من الصعب أن نتحدث عن الحب حتى لو كانت الأخوة في نهاية المطاف عن الحب لأن الطريقة الوحيدة لمحاربة الكراهية هي في الحب وطريقة الوحيدة للوصول إلى السلام هي من خلال أن تكون إنسانا أريد أن يكون الأمر أكثر من مجرد كو أن تكون إنسانا فالحرب والخوف والكراهية هي أيضا أسوأ الجوانب الموجودة في الإنسان أعتقد أننا نهدف إلى ما يعطينا الأمل ما ذكره البروفيسور يونس لأنه حقيقة نريد مستقبلا أفضل لنا جميعا فبالنسبة لي كون إنسانا اليوم في سياق الفيرتانا توتي هي استعادة التوازن وسيادة القانون سأتحدث عن التكنولوجيا دوما فالنظر إلى شركات التكنولوجيا العالمية باعتبارها تحمي حقوق الإنسان نحن تحدثنا عن إعلان العالمي لحقوق الإنسان عدة مرات وكذلك ونحن نذكر غزة وأوكرانيا أيضا يجب أن ننظر إلى صين في حرب الصين الجنوبي نحن نسميه كذلك لأنه عندما ننظر إلى حرب لإطلاق النار كنا قريبين جدا منها في السادس عشر من يناير فبالتالي علينا أن ننظر عندما تنظر إلى شخص يمكن أن يكون عدوك وأن تقول أن هذا صديقي فالأصعب علاج هو نسج نسيج الإنسانية والنظر إلى التاريخ وقبول التاريخ من خلال السياق الذي نحن فيه واستعادة الفروق الدقيقة التي ستعيد إليها وبالتالي سأعود إلى النقطة التي بدأت بها الحب أشعر بالخجل تقريبا من قول هذه الكلمة ولكن نعم الحب نعم الحب يجب أن تكون صحفية أنت الصوت الحقيقة والحب إذن مع كل هذا وأنا أتفق معي لأنني بصفة سيدة أعمال سابقة وأحاول دوما أن أتعامل بشكل عملي مع كل الأمور كما تعريمون أنا أشعر بالخجل عندما أقول حب ولكن في الأيام القليلة الماضية وبعض الجلسات التي حضرتها كنت أنظر إلى الناس الذين يمطرون بعضهم البعض بالحب بالتفاني والدعم ومثلكم أنتم سفيرنا الرائع في التنسيق والسلامة مجرد أن تحب هذا الحب الكثير هو أمر كبير جدا وأمل لكم جميعا أن يكون هذا دليلا لسلوكنا أن تكون إنسانا الشيء الوحيد الذي أود أن أطلبه منكم لأن الغد لكم لن أكون موجودة أنا بالتأكيد لن أكون موجودة بينكم ولكن آمنوا أن السلام ممكن اقضعوا هذه الرؤية بأن هذا السلام هو رؤيتكم وحلمكم لأن أحلامكم كما قال الأستاذ يونس أحلامكم هي أحلامنا شكرا أرجوكم أشكروا أشكروا الرائعين دوم أرجو أن تلتقطوا صورة لهاتين السيدتين هذه هي الثروة تقفوا هنا أمامكم الثورة أقول أنها هي جورناليسة وأنها لا يجب أن تقفوا بإمكانها لكنها هي الثورة والسلام إذن الانتصار والسلام شكرا لك ماريا توقل ودوم وشكرا لك كايت شكرا لك ما شكرا لك